وينضم إلينا من مرجعيون جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القارئ الإخباري أهلا بك معنا أحمد إذن هم ثلاثون غارة استهدفت الجنوب اللبناني كيف تبدو الأوضاع لديك على الأرض؟ نعم بالفعل وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على بلدات الجنوب اللبناني ويتوسع فيها شيئا فشيئا كانت هناك قبل دقائق معدودة غارة جوية إسرائيلية عبر هذه البلدة التي نقف فيها الآن وتحديدا على أطراف هذه البلدة على بعد مئات الأمطار من هذه النقطة التي نقف فيها الآن في بلدة إبل السقي التي تقع تابعة لقضاء مرجعيون وهي من البلدات المتاخمة لبلدة الخيام التي تعرضت على مدار اليوم إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية كما تعرضت أيضا خلال الأيام القليلة الماضية إلى سلاسل كبيرة من الغارات الجوية الإسرائيلية وأيضا القصف المدفعي هذه النقطة التي تظهر على الشاشة الآن ربما هي بلدة إبل السقي ومع يمين الصورة تظهر في الخلفية بلدات الخيام وأيضا سهل مرجعيون هذه المنطقة تحديدا التي تظهر على شاشة الكاميرا الآن تعرضت على مدار اليوم إلى قصف مدفعي متواصل لم يتوقف لمدة ما يقرب من ثلاث ساعات متواصلة استهدفت سهل الخيام وأيضا منطقة الوزاني ومنطقة سهل مرجعيون هذه المناطق جميعها تعرضت بشكل مستمر ومتواصل إلى قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي علما بأن هذه البلدات هي من البلدات المتخمة بشكل مباشر للشريط الحدودي وهذه البلدات هي متخمة أيضا لموقع المطلة العسكري ومستعمرة المطلة ربما نسمع سيارات الإسعاف تهرع في هذه الأثناء إلى مكان القصف الذي استهدف على ما يبدو مبنى في أطراف بلدة إبل السقي أيضا تعرضت سلسلة من البلدات في مختلف المناطق اللبنانية إلى غارات جوية إسرائيلية عنيفة من بين هذه البلدات بنت شبيل خربة سلم أيضا منطقة البقاع الخيام نفسها تعرضت إلى سلسلة من الغارات زبقين هذه سيارات الإسعاف الآن تتوجه إلى مقر أو الموقع الذي تم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل دقائق معدودة